الخميس السابع والعشرين من يونيو الحالي وملايين الأمريكيين ومثلهم في مختلف إنحاء العالم لا يفعلون سوى شيء واحد متابعة المناظرة التلفزيونية الانتخابية بين جو بايدن ودونالد ترامب كحلبة الملاكمة فردت عدة قواعد على الرجلين المناظرة دون جمهور أو فواصل إعلانات تجارية وإغلاق مايكروفون المرشح عندما يتحدث منافسه داخل استيديو في مقر شبكة CNN بأتلانتا ستعقد المناظرة لكنها ليست الأخيرة فهناك فرصة ثانية وأخيرة بتنظيم شبكة ABC في العاشر من سبتمبر بنيويورك ارتفاع نسبة التصويت المبكر هذا العام فرض إقامة المناظرات مبكرا هذا العام مما سيمنح الناخبين فرصة لمعرفة مواقف المرشحين قبل التصويت كما تمنح للمرشحين فرصة للتعافي من الزلات حال وقوعها أو تصحيح أي أخطاء تقع في أثناء المناظرة لم تنتهي شروط تلك المواجهة فالمرشحان الذان تجاوزا لجنة المناظرات الرئاسية التقليدية وضعا شروطا جديدة للمناظرة منها عدم السماح بإعداد أوراق مسبقة أو حضور أنصارهما داخل الاستوديو سيدير المناظرة مذيعان من CNN وستستغرق 90 دقيقة وستبث حصريا على شاشة CNN برأيك لمن ستكون الغلبة ترجمة نانسي قنقر